في ناس كتير جدا الفترة الاخيرة على اليوتيوب تقريبا من سنة اول ما دخلوا مجال اليوتيوب ما قدروش يحققوا اي نجاح فكل واحد منهم قرر بصورة او باخرى او اي طريقة للتحقيق الف مشترك ولا 4000 ساعة مشاهدة وبالفعل حقق الشروط وبدأ يدخل في برنامج شركاء اليوتيوب في انتظار اول يوم واول صدمة من وجهة نظر الشخصية ان الشخص ده اصلا ما عملش نفسه قاعدة جماهرية يقدر يجيب من خلالها الارباح ولان الارباح بتيجي نتيجة مشاهدات من قبل المشاهد الحقيقي وظهور الاعلانات على المشاهدات فبالتالي بيكون فيه عائد مادي لمنشئ المحتوى على اليوتيوب لكن لما بيجي اول يوم وبعد تحقيق الشروط بطريقة ما او باخرى ويستنى بالفعل الارباح بيتفاجئ ان الارباح صفر وبرده المشاهدات صفر وبرده النفسية صفر وبرده العقلية صفر وبرده هو في اليوتيوب برضه صفر حط صفر زي ما انت عايز كتر في الصفر ليه؟ لاني ما حطش في باله ان النجاح على اليوتيوب هو قاعدة جماهرية مش مجرد حصد اموال او ارباح لان الارباح مش هتيجي الا نتيجة وجود بالفعل متابع ومشاهد حقيقي لك فيه منهم بقى قال خلاص يا متوحد يا فكرة انا ما لقيتش نفسي وما قدرتش اعمل القاعدة الجماهرية ما قدرتش اجيب مشتركين حقيين ما قدرتش اجيب مشاهدين حقيين بس انا عايز ارباح ما انا صرفت فلوس وانا رايح الالف مشترك والارباح تلاف ساعة مشاهدة فكده انا دفعت طيب انا عايز ان انا دفعته فحيبدأ يحلل لنفسه سواء باستخدام الفي بي ان او راح للشخص قال له تعالى ده الميت دولار حرج عملك تلتميت دولار ايه يا فوزي ايه يا اخبارك تعالى حد واحد صاحبك يجيب واحد صاحبه نحط الاتنين وانت ناخد فلوس وناخد فلوس نفس التكاية نفس الحركاية ونفس عدم العقل وعدم الوعي من منشئ المحتوى اللي دايما في باله وتفكيره ان هو بس عايز يحصد 200 او 300 دولار بدون اي مجهود تستغلك انت بتستغل والاستغلال ده بتكون انت الوحيد الخاسر فيه لان حضرتك اللي بيتم يغلق حساب جوجل ادسنس ليك عايز تحقق العشرة دولار بتروح له بتحقق العشرة دولار يقول لك خمسة دولار ويبدأ اعمل لك ويجيب لك بالفعل عشرة دولار وانت ولا حياتة لما انتوا نادي عقليا فنيا معلوماتيا اي حاجة على الاتيوب لان كل هدفك الحصول على لعشرة دولار او البين كود او 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 طب ما انت قادر تفهم وقادر تتعلم ما الاول زمان احنا كنا ممكن نغفر لك لكن دلوقتي عندك المرجع الاول اللي منشل المحتوي على اليوتيوب المتواحد فجرة اللي بوضح لك كل حاجة بالتفصيل تفصيل مفصلة 1390 فيديو متواجد لو حضرتك بس عدت تسمع وتكتب والله العظيم اضمن لك النجاح الشرحات اللي احنا بنقولها في اليوتيوب والتوضحات دي ما انا جاي اقول لك الشركات دينا الصابع هيجي واحد يقول لك لا ما هو جاب لي ارباح في شهر وخدت 300 دولار يا عم ما هي مرة مرتين ثلاثة لكن بعد كده على المدى البعيد انت بتروح اتمنك للأنا دخلتني الفي بي ان وتعيد وتزعل وتداي ونفسيا وانا اقل خلاني اروح اعمل كده ضاع مستقبلي وضاع قناتي وقناتي ماتت خلاص انا هروح اعمل قناة تانية وتروح تعمل قناة تانية وتروح تعمل تبادل لانك مستعجل الوصول الى الارباح ونبدأ نفس اللفة وتلف لفي 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 مفيش اي تفكير مفيش اي وعي هو ده هو ده حياتنا على اليوتيوب لكن لو داخل مجال اليوتيوب بقى عايز تنجح صح انا بقول لك انك تتعلم تمسك ورقة او قلم اهو اللي انا لغاية دلوقتي بمسك ورقة وقلم وبكتب فيها كل حاجة بالتفصيل قلتها لك مئة الف مرة كل حاجة بالتفصيل والله كل حاجة مكتوبة هنا بالتفصيل انا كمنشئ محتوى تعليمي لسه بتعلم وما فيش عنديش اي مشكلة ايه اللي يخلى حضرتك الشركات دي نصابة اللي بيجي يسرق منك او يسرق ياخد فلوسك ويديك فلوس حرام حرام شرعا هتخرب بيتك وحتشوف دخل الفلوس ده على ابنك هتشوف خراب البيت دخل فلوس على بيتك هتتطلقي هحصل لك حاجة غلط بيتك هيتخرب هتصرفها على مرض هتصرفها على حاجة وحشة متأكد الفلوس الحرام ما بتصرفش غالي حاجة وحشة اسمع مني والله ما بتصرف غالي حاجة وحشة على مرض ده تجارب انا شوفتها قدام عيني من الناس خدوا فلوس والفلوس دي ما كانتش حلال وانا عارف صرفها فيه فالفلوس الحلال والشغل الحلال والانتاجية الحلال والرزق الحلال هو افضل طريقة للنجاح لليوتيوب لو انت مفكر الشركات النصابة دي بتديك فلوس حلال فانت بتحذر فوق لنفسك وعايز اقول لحضرتك الفترة الاخيرة اصلا اليوتيوب بدأ يقفشكو فيبي النات بروكسي ارد بي اي حاجة انت ممكن تدخيلها دلوقتي بقيت مقفوشة عايز تتقفش هتندم طول عمرك شهور من غير اعنات وكل واحد يقول لك هترجع شهر الجاي يمنشي اتعالي المتوحي يا جماعة الارباق هترجع شهر الجاي تبقى حلوة يا جماعة الارباق هتنزل يا جماعة تعالي يا محمود بنتحك عليك والله بنتحك عليك كلنا بنتحك عليك احنا بنتأمل وبنتمنى ان الارباق ترجع تاني للناس اللي مشوا غلط عشان تفوق ولكن اللي مش غلط لما عاد ترجع مش هيرجع برضو للغلط مش هيرجع للصح برضو حيمش في الغلط دانو تعود عليه لو عودت نفسك على ال VBN هتفضل دايما ادمان ال VBN بتطرج أنا حايز VBN أنا حايز ارباح أنا طريق أنا نفسي توحش احنا نكسسش اللي دي وما انت ما بتكسبيش يا سبك الكل عشان ما اشتقلتيش ما انت يا أخويا الغالي لو انت قضيت لعشرة ساعات اللي بتقعدهم بال VBN وانت بتعمله ايه حاجة اسمها ايه بنخدم لبعض على VBN انت متخيل انت بتعمل ايه انت فهم انت بتعمل ايه ولا مش فهم فوق يا فاروق فوق بجد انت بتعمله غلط لازم تعرف ان ال VBN والناس اللي بتبعلك VBN ظلمة بيظلمك انت وزي ما تهددنا قبل كده على الفيديو القديم انا عمر في حياتي ما هخاف من حاجة ومستعدة تهدد في الفيديو حتى لو تقف القناة في غرف 60 دهية بس سكون قدرت اوضح لك الحلال وبين والحرام بين وانت ذات نفسك هتقف قدام نفسك وحتعرف انت جبت فلوسك حلال ولا حرام لا اله هل انت سبحانك اني كنت من الظالمين انا مش شيخ انا بنى قدم عادي زي زيك بتكلم معك بالعقل بالعقل في معلن بيدفع فلوس علشان نتيجة وانت بتضحك على الناس على المعلن وبتاخد فلوس مش من حقك هل ده حلال بس قولي انت بقى في الكومنتات حلال حرام اكتبلي في الكومنتات طبعا ما جيش و هتقولي اصليتي بسا حرام ده رد عليك